اهلا بكم اندلع حريق بعدد من السيارات في حادث تصادم بطريق الاسكندرية الصحراوي في مصر وقد تمت السيطرة عليه ويتم الآن حصر المصابين جراء الحادث وكان حادث مروري وقع على طريق الاسكندرية الصحراوي بين عدد من السيارات مما ادى الى اشتعال النيران بعدد من السيارات وتسبب في توقف حركة السيارات امام القادمين من الاسكندرية تجاه القاهرة وجاري فحص ملابسة الحادث واعداد المصابين وبمجرد تلقي البلاغ بوقوع حادث مرور بين عدد من السيارات انتقلت سيارات الاسعاف وسيارات الاتفاء للعمل على نقل المصابين الى المستشفى وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت انه تم الدفع باء عشرون سيارة اسعاف لنجدة المصابين حيث تم نقل اربعون مصابا الى مستشفى الجراحات بوادا مطروني بينما تم نقل خمسة اخرين الى مستشفى غرب النبرية المركز مشيرة الى ان التواقم الطبية تقوم حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين فالمستشفيات وتقييم درجات خطورة الاصابات مع استمرار المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر